شركة أبل بدأت الآن في فصل مشتركي أبل تي في بلوس عن الباقة المجانية موضحة أنه مع بداية يوليو 20-21 رح يكون الأشخاص اللي عم يشتروا منتجات أبل مؤهلين للحصول على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر فقط من أبل تي في بلوس بدلا طبعا من عام كامل وأشارت إلى أنه لن يتمكن الأشخاص اللي استفادوا من الإصدار التجريبي من الحصول عليه مرة أخرى خلال شهر يوليو القادم رح تبدأ الشركة في إصدار فواتير المشتركين الأوائل اللي قاموا بتفعيل العرض الترويجي تلقائيا مقابل الخدمة بعد الوصول إلى عروضها لمدة 21 شهر تقريبا كان مجاني ولطالما كانت الخدمة تتضمن ساعات أقل من الأفلام والتلفزيون مقارنة طبعا بخدمات البث الأخرى وهو ما قد يكون سببا لظهورها بسعى الأقل مقابل 8 دولارات شهريا لديزني بلس أو 8.99 تقريبا دولار لخطة نتفلكس القياسية أيضا عم نشوف يعني منافسة كبيرة جدا في عالم خدمات البث الأخرى مثل عندنا نتفلكس ديزني بلس برايم فيديو وحتى الآن عندنا الأبل لذلك لكل الناس اللي اشتركت وما نحب أن تجدد اشتراكها لازم تشيكوا على الاشتراك تبعكم وتلغوا من أنه يكون يتجدد تلقائيا أو أوتوماتيكلي حتى ما يشرجوا عليكم